أسمع كلامك أصدقك أشوف كلامك اللي فات ومواقفك اللي فاتت أستغرب وأسأل نفسي هو أنت مين فيهم ده بالضبط اللي ينطبق على المواقف الأخيرة لنظام السيسي تجاه الوضع في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية على الخدس وعلى غزة دلوقتي السيسي ونظامه دايما كانوا في صف إسرائيل وأمنها ومعروف كمان أن نظرة السيسي ونظامه للمقاومة الفلسطينية نظرة سلبية وملف فلسطين كله على بعضه كان مهمل من ناحية النظام فترة كبيرة لدرجة أن في دول تانية دخلت على خط رعاية الملف ده وكان واضح أن ده مش فارق مع النظام في مصر مش بس كده ده إعلام السيسي فضل سنين بيحمل حماس مسئولية أحداث كتير ضد الأمن في مصر وشايف أنها خطر على الأمن القومي المصري إيه بقى اللي جاب القلع جنب البحر وخلنا نصح من النوم كده فجأة نلاقي نظام السيسي بيصب حنان على أهل غزة وتصريحات كلها دعم وتضامن زي ما كان بيصب في مصلحة المواطن كل يوم خميس وإزاي وليه نفس الأشخاص ونفس المؤسسات اللي كانت شايفة حماس والمقاومة والفلسطينيين جزء من محور الشر الموجه ضد مصر هم نفسهم دلوقتي اللي ناقص يطلعوا يتكلموا في المؤتمرات ووسائل الإعلام وهم اللابسين الكفية الفلسطينية الحقيقة إنك لما بتتكلم عن علاقة نظام السيسي سواء من حس السياسة أو الأمن أو الإعلام بالملف الفلسطيني فأنت بتتكلم عن تاريخ من الريبة والتربص والمواقف السلبية تاريخ مرتبط بوصول السيسي للسلطة أصلا لأن المعروف إن غزة وأهلها وحركة حماسي اللي بتحكمها كانوا من أكتر الناس فرحاً بثورة يناير وخلع مبارك نبنى حقيقة في فلسطين نفرح فرحة شديدة بسقوط نظام بارك النظام الفاسد الذي أداف شعب فلسطيني كثير من الويلات والعداب هو كان أصلاح حرمهم ومشوحهم كانوا كتير المصريين فارك وأنا مبسوط اكتل لأنه ساقدم بارك والأسر وأخنا أخنا شعب في الكرة العادية يعني هيك أحسن بكيفين نتعاون مع الستيليين ضدنا خرجت غزة إذن محتفلة بما تعتقد أنه نهاية لعهد إدارة الظهر العربي لها ونهاية لعهد نظام كام ديفيد الذي فرخ أسله وملحقاتها وبداية لنهاية حصار ترى أن مبارك ونظامه كان شريكاً أساسياً فيه وبعدها بشوية أهل غزة وحركة حماس كانوا من أكتر الناس فرحاً بوصول الرئيس الراحل محمد مرسي للسلطة وبحكم أن حركة حماسية بشكل أو بآخر جزء من جماعة الإخوان المسلمين فالعلاقة بينها وبالنظام الرئيس مرسي كانت أكتر من وثيقة وأكتر من ممتازة والرئيس مرسي لعب دور في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة في 2012 وفي تقارير كتير بتتكلم وتأكد أن مرسي ساهم في مساعدة حماس على تطوير قدراتها العسكرية خلال السنة اللي حكمها من خلال أنه سمح بدخول مواد وأسلحة ساهمت في داب قوة وأول زيارة لرئيس وزراء مصر للغزة كانت أيام مرسي لما هشام أنديل الله يمسي بالخير زرها بهدف الدعم والتضامن عشان كده مرسي كان بالنسبة لغزة وحماس أكتر من نظام حكم صديق أو داعم تقريبا كده تقدر تقول أنهم جزء من مصروع تحروري واحد وعشان كده الانقلاب اللي حصل ضد الرئيس مرسي بدءا من مظاهرات 30 يونيو وبعدها الانقلاب العسكري الصريح في 3 يوليو 2013 بالتأكيد انعكس بشكل سلبي على القضية الفلسطينية وعلى الوضع في غزة أولا لأنه واضح جدا دلوقتي ومن لحظة الانقلاب أن اللي حصل ضد مرسي كان بتنسيق مع إسرائيل وده من السر ومثلا يعني في جنرال في الجيش الإسرائيلي كتب مقال في صحيفة معارف الصهيونية قال فيه أن بعد وصول مرسي للحكم إسرائيل استخدمت كل قدراتها السياسية والديبلوماسية لدعم وصول السيسي للسلطة وضغطت على الرئيس الأمريكي أوباما عشان ما يعرضش الانقلاب في مصر طبعا السيسي بقى ما خزلش اللي جابوه للسلطة وساعدوه في الانقلاب من أول يوم لوصوله للحكم رجعنا تاني لزمن قفل معبر رفح في وشة الفلسطينيين وجو الحصار البغيض اللي أهل غزة عايشين فيه من حوالي 14 سنة وطبعا كلنا عارفين وقرينا عن التجاوزات اللي حصلت خلال العملات العسكرية اللي عملها نظام السيسي في سينة واللي اقتلعت أهالي مناطق سينوية كتير من أراضيهم ودي مصلحة كبيرة جدا لإسرائيل والسيسي بذات نفسه وبعظمة لسان واللي هيكلها الدود اعترف ان اللي بيعملوا في سينة من أهدافه الرئيسية حماية أمن إسرائيل بحجة أن أرض سينة بتنطلقش منها عمليات تهدد أمن إسرائيل هل تعتقدون على غرار إسرائيل أنه يجب محو حركة حمس؟ أنا عايز أقول حاجة إحنا لما بناخد إجراءات أمنية داخل سينة الهدف منها أن احنا بنأكد سيادتنا على سينة اللي هي أجزء من أرض مصر هذه واحد الحاجة رقم اثنين إحنا بنأكد أن إحنا لا نسمح بأن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها هو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل والآن كل حاجة عشان أمن إسرائيل تهون السيسي سمح لإسرائيل أنها تنفذ حوالي 100 غارة بطياراتها جوه أرض سينة ضد الجامعات المسلحة اللي بيحاربها وده كلام قالته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونظام السيسي ما نفهوش ولا علق عليه دعم السيسي الإسرائيل واعترافه بجملها عليه في توصيله للحكم في مصر خلي حتى زلات لسان السيسي قدام العالم كله بتأكد أنه حريص على سداد التمن له وأن اللي يهمه هو أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي برضو هل وقفت القصة عندي كده؟ وهل رد السيسي الجميل لإسرائيل وقف عند المستوى ده؟ لا طبعا ودي تيجي السيسي من ضمن الأضايا اللي لبس فيها الرئيس مورسي الله يرحمه قضية شهيرة جدا اسمها التخابر مع حركة حماس تخيل أنت؟ يعني راجل كان رئيس دولة ومترائب من كل أجهزة الدولة ومعدود عليه أنفاسه وبيتحرك بناء على تقارير من أجهزة الدولة أجهزة الدولة دي نفسها تتهمه أنه متخابر مع حركة الطبيعي جدا أن الدولة بتتعامل معها من أيام مبارك عيني عينك وكل شوية وفود من المخابرات بتستقبل وفود من حماس وفود من المخابرات بتروح غزة عادي جدا مش بس كده؟ ده في قضية كمان شهيرة جدا متهمة فيها حركة حماس اسمها قضية اقتحام الحدود خلال ثورة يناير وعلاقة الحب الحرام اللي بين نظام السيسي وإسرائيل خلال حكمه وصلت لمستوى غريب وغير مسبوك ممكن تقول مستوى حميمي لدرجة أن سامح شكري وزير خارجية السيسي اللي من كتر وطنيته كان بيتخانق مع ميكروفون قناة الجزيرة زار ناتنياهو في بيته وحضر معاه مبارات كرة قدم في أجواء كلها محبة وسلام وآخر حلاوة الإسرائيليين برضو ما نسيوش اللي بيعملوا السيسي عشانه وزبطوا آخر تصبيت ومن ضمن التصبيت ده مثلا صفقة الغواصات اللي توصطوا للسيسي عند ألمانيا عشان تسلمهانه وطبعا السيسي كان أول مخلوق على ظاهر الأرض يعلن إن في حاجة اسمها صفقة القرن وكان بيتكلم عنها وبيدعمها بمنتهى الحماس المدوء التالي والمدوء التالي بخمط الرئيس هتجديني وبقوة أيضا داعم وبشدة وفي موقع إسرائيلي اسمه قال إن السيسي ومعاه محمد بن سلمان مرسوا ضغوط على محمود عباس أبو مازل رئيس السلطة الفلسطينية عشان يقبل بصفقة القرن ويقبل إن رمالة تكون عاصمة الدولة الفلسطينية بدل القدس وقالوا له كبر دماغك وقبل المعروضة عليك لأنك مش هتطول حاجة تاني يا راجل دا أنا أقول لك الأخطر من كل دا إيه دا هو فيه أخطر من كده؟ أمال أصبر بس السيسي وصل في قربه الإسرائيل وعلاقته بيها إنه كان بيعمل اجتماعات سرية في مصر بين ناتنياهو وبين المعارضة الإسرائيلية عشان يقربوا جهات نظرهم ويوفق راسين في الحلال ويقول لهم لموا تدوروا ويلعبوا مع بعض أول الله إذا ما بيقول لك كده وده اللي حصل في أبريل 2016 واللي فضحيته الصحافة الإسرائيلية ومحدش في مصر كذبه ولا نفا لما السيسي استقبل في مصر ناتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية وقتها إسحاق هيرتسوج وده بالمناسبة ما كانش اللقاء السري الأول اللي يشارك فيه السيسي مع إسرائيلية لأن في فبراير 2016 برضو يعني قبل اللقاء ده بشهرين كان فيه لقاء سري برضو بين السيسي ونتنياهو هيرتسوج حضر ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري والملك عبدالله بتاع الأردن شفت أجواء حب وسلام أكتر من كده الأجواء دي بتقول حاجة مهمة جدا لازم تبقى ركيزة لأي تناول لعلاقة السيسي بإسرائيل أو بالملف الفلسطيني بتقول أن العلاقة بين السيسي ونظامه وإسرائيل هي علاقة ارتباط وجودي مش علاقة سياسية بين نظامين أو اتنين سياسين بينهم أهدف مشتركة زي ناتنياهو السيسي واحد منهم ساعد التاني في الوصول للحكم فالتاني بيردله الجميل وعشان كده طبيعي جدا ومنطقي جدا والمفروض أننا نتساءل عن سر الانقلاب ده في موقف نظام السيسي من القضية الفلسطينية في الأحداث الحالية ومع العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة والقدس لأن التصعيد في الموقف المصري مش ماشي خالص مع التاريخ الحميم للعلاقة بين السيسي وإسرائيل في الأول سامح شكري وزير خارجية السيسي قالب التربيز على كل في اجتماع الوزراء الخارجية أثناء الاعتداء لإسرائيل على القدس في رمضان وقال أن اللي بيحصل في القدس ده اعتداء ماينفعش يعدي كده جماعة وقال كمان أن مصر عملت جولة اتصالات بكل الأطراف المعنية بالموضوع سواء إسرائيل أو الغرب بس محدش مخلي عنده دم وعاوز ياخد موقف محترم مش بس كده سامح شكري قال كمان أن أهل الشيخ جراح وهم بيقوموا مخططات التهويد الإسرائيلية أصبحوا عنوان للصمود والكرامة خد بالك اللي بيقول كده ده سامح شكري مش خالد مشعد ومن ساعتها ريس وسامح شكري بكل شوية ينتهز الفرصة وينتع تصريح أن أحواء ومن قبل ومش بس كده ده فيه تطور تاريخي المتحدث باسم الخارجية المصرية ظاهر على خنات الجزيرة اللي كانت عميلة وصهيونية وضد مصر وقال كلام لوز عن القضية الفلسطينية يعني حينما نتحدث عن التصعيد وما يعني قالت إليه الأمور الآن وزي ما شايفين بشكل متسارع يجب ربما النظر بشكل أكثر عمقا حول الأسباب اللي قدرت إلى هذا فطبعا ليس خاكم عن الجميع أنه كل ما يحدث الآن هو نقدر نقول بمثابة يعني ما يمكن تسميته أعراض على السطح للمشكلة الأكبر القضية الأكبر الحقيقة تتمثل في غياب أفق سياسي واضح بيمنح الأمل للتوصل للسلام المنشود وتحقيق الاستقرار والأمن من خلال التوصل إلى حل الدولتين ويستوفي الحول الفلسطينية وفقا لمكررات الشرعية الدولية الأولوية طبعا في الظرف الحالي حتما هو العمل على وقف التصعيد بالتوازي مع كل ده عدد كبير من الفنانين المصريين ومعروف في مصر أن ما فيش جنس مخلوق من الفئات دي يقدر ينطق كلمة مش مرضي عنها من السلطة عدد كبير من الفنانين دول زي محمد هنيدي وأحمد مكي أعلنوا تضامن واضح وصريح وغريب مع أهل فلسطين قمة الدراما اللي في الموقف المصري هي التحول لإعلام الغريب اللي حصل وأصبحت قنوات مصر اللي بتتحرك بتعليمات جهاز السامسونج الشهير أصبحت لغتها كأنها خطابات لجمال عبد الناصر مثلا أو إسماعيل هنية يا راجل ده أحمد موسى أحمد موسى يا مؤمن بقى بينخح حاجات كده شبه المقدمات النارية بتاعة معتز مطر ستبقى القدس عاصمة دولة فلسطين رغم أن في الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين يقوم بعمليات تطهير عرقي بعمليات تهجير قصري لأشقاءنا الفلسطينيين من عدد من المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات ضرب واعتداءات واستخدام ودخول الأقصى المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى وحرمة صلوات المصليين لكن أعلى نقطة بقى في الموقف المصري حصلت في خطبة الجمعة في الجمعة الأزهر اللي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم وكانت كلها حشد لصالح القضية الفلسطينية وهجوم على إسرائيل ودع صراحة لتشكيل قوة عسكرية عربية إسلامية لردع الصهينة وأخذ الحق بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة لابد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق يا كل حكامنا ورؤسائنا يا كل منظمات العالم ومنظمات حقوق الإنسان كفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس هؤلاء الظهائنة الظالمون حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله ودنسوا وشغبوا على الأديان بازدراء الأديان المواقف الحدة دي واللي بتفكرك بجو الحشد بتاع عبد الناصر زمان كانت غريبة على الناس بما فيهم استساوية وامطبلاتية النظام وتنوعت التحليلات والتفسيرات في محاولة فاهم اللي بيحصل ده والتفسيرات والتحليلات دي انقسمت لثلاث أقسام الأول وده الآرب للصحة غالبا هو إن الفترة اللي فاتت واللي هي عبارة عن السنتين اللي فاتوا ناتنياهو وصل لمرحلة من الغرور والشعور بالقوة خلته يلعب شوية في موازين العلاقة مع الدول العربية الرئيسية اللي ليها علاقة بالملف الفلسطيني الدول دي أهمها مصر مصر أول دولة عملت اتفاقيات سلام مع إسرائيل ومصر كانت بتعتبر إن ملف العلاقة بين العرب وإسرائيل تحت إشرافها دايما وده أحد أوراق قوتها في العالم العربي ناتنياهو بقى يبدو إنه حاب يستغنى عن دور مصر أو يقلله وقال لك أتعامل مباشرة مع الكفيل بتاع السيسي ورح عمل اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين وعمل علاقات قوية مع دول تانية من غير حتى اتفاقات زي عمان ورغم انبطاح السيسي للإمارات إلا إن ما ينفعش مصر تتخلى عن كل أوراقها مهما كان الوضع ومهما كان تراجع قوتها لأن ده بيخصم من أوراق وقوة السيسي نفسه وبيطلعوا من اللعبة عشان كده نظام السيسي لقاها فرصة ياخد موقف حاد من اللي بيحصل في القدس وغزة عشان يقول لإسرائيل بيخلي الإمارات تنفعك بقى لأن زي ما قلنا السيسي باني جزء كبير من مشروعه على إنه رجل إسرائيل فلو اتحرم من الدور ده مشروع انتهى والموقف ده كمان جيل السيسي على طبق من دهب عشان ياخد بيه لقطة يعمل بيها منظر يغسل شوية من سمعته بالذات وإن ناتنياهو صديقه بيخسر حتى في داخل إسرائيل والمؤشرات بتقول إن مستقبله السياسي بينتهي خصوصا وإن بعد كذا انتخابات اتعملت مش عارف ياخد الأغلبية اللي تخليه ينفارد بتشكيل الحكومة بناء على كده اللقطة اللي ممكن ياخدها السيسي على أفا ناتنياهو لقطة مجانية ومش هتكلفه حاجة ووضح إن السيسي استغل الفرصة دي وده كان المحور التاني في التحليلات اللي بتحاول تفسر موقف السيسي تجاه اللي بيحصل دلوقتي في القدس وغزة الكلام اللي فات غالبا هو الغرب للصحة لكن فيه نظرية تالتة برضو في تفسير موقف السيسي بتقول إن النظام في مصر فاهم كويس إن اللي بيلعبه في ملف سد النهضة هو إسرائيل لأن إسرائيل هي أكبر داعم لأبي أحمد رئيس وزراء أسيوبيا اللي عاوز يعيش قدام شعب ودور البطل القومي اللي كامل مشروع السد عشان كده وبناء على النظرية دي فنظام السيسي واخد الموقف الحاد ده دعما للفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة بنظام سيب ونسيب لأن أخطر ملف على الإطلاق بيواجه نظام السيسي دلوقتي هو ملف سد النهضة وتأثيره على مصر لأن خطر السد لو اكتمل فده هيحط كل أجهزة الدولة المصرية في حرج قصاد الشعب اللي مش هيقدر يصبر على العطش وممكن ينفجر ويتحرك لو جاع أكتر ما هوجعان بالذات لو أضيف للجعدة العطش بسبب نقص حصة مصر من مياه النيل ده هيحط النظام في حرج كبير وخطر كبير ومش بس النظام ده كمان هيحط أجهزة الدولة كلها في خطر خليني ألخص لك الدوشة والتفاصيل اللي فاتت عشان ملا أخبطكش كالعادة حصل انفجار في الوضع في فلسطين وهنا تنياهو مارس بلطجة هماجية غير مسبوقة ضد أهلنا هناك والشهداء والمصابين أعدادهم بتزيد في غزة والخدس كل ساعة والمقاومة المرة دي طلعت من ترسانتها أسلحة وقدرة على الردع غير مسبوقة هي كمان ووضح جدا أن معادلة الصراع في فلسطين اتغيرت نظام السيسي قال لك ما بيدهاش ورح شارب بيريل وأخذ كابسولة الشجاعة ودور الضرب بالتصريحات في حكومة إسرائيل وجرائمها الخارجية فتحت النار والإعلام بيتكلم بلغة مختلفة غير مسبوقة وخطط الجمعة في الأزهر بالطالب علانية بتشكيل قوة عربية إسلامية ضد إسرائيل بس كل حاجة حاجة هالك من شوي عن العلاقة بالنظام السيسي وبين إسرائيل بتقول أن العلاقة بينهم علاقة وجود وارتباط عشان كده كل المواقف اللي واخدها نظام السيسي اليومين دول هي مواقف مؤقتة ولحظية عشان ياخد لقطة ويقول لنتنياهو خلي اتفاقيات التطبيع اللي عملتها مع كم دولة تنفعك واحتمال كبير يكون فيه هدف متعلق بسد النهضة زي ما قلنا بس الأكيد هو أن سياسة السيسي ونظامه تجاه غزة وشعبها ما تغيرتش ليه مثلا السيسي ما بيسمحش بخروج مظاهرات تأييد للفلسطينيين في شوارع ومايدين مصر زي ما كان بيعمل مبارك وليه ممنوع مجرد أن حد يرفع علم فلسطين في الشارع أو مدان التحرير زي ما عملت الصحفية النور الهدى زكي اللي اتقبض عليها لمجرد أنها وقفت في التحرير ورفعت علم فلسطين ليه لسه فيه قضية اسمها اقتحام حماس للحدود وليه أصلا كان فيه قضية تانية اسمها التخابر مع حماس السيسي بيتعامل مع فلسطين بشكل براجماتي بحت بعيدا عن أي انتماء عربي أو إسلامي أو إنساني بيفرض دعم القضية الفلسطينية بدون مصالح ومن ناحية مبدئية دي القصة باختصار ونشوفكم على خير إن شاء الله